النهاردة تلعب اربع لقاءات مهمية جدا في كأس العالم بكاتر اتنين وعشرين مباراة البرتغال سبوخ مديرة وكذلك غانا غانا لعبة مباراة وايو قدم مباراة رائعة وسجل وهدف وحرك البرتغالين ولكن كريستان النادو قدر ان هو يرد على منطقته بها اداء رائع وارتقاء عالي جدا في قوة مفجارية ضهبه كل النقاط انك ترتقي الارتقاء ده في سنها سبعة وثلاثين سنة ده حاجة مش عادية وانا بحيي كريستان النادو شابو وهنيئا لك شعب البرتغال اللي بيحبك وبنوت فيك وكذلك الدموع تزرف من كريستان النادو اثناء العصف السلام الوطني انما يدل على انه اول كأس عالم يوصل له كريستان النادو عشان تسفر بالدموع وقفتك محيط ما كنت تلعب في هزا الكأس دي حاجة كويسة جدا من القلب وعاطفة كبير جدا واحساس بالظلم اللي تحط في كريستان النادو الفترة الماضية من ضغط نفسي وعصبي وخطة ممنهجة لايقاف خطورة كريستان النادو في السن ده واقعدوا على ديكة البدلاء وخروجوا من اللعبة على الاطلاق وانا بشك في ده ان في ناس عايزين يبطل كرة طب انتو عايزين يبطل كرة ليه؟ ده هيكو فيه ممراتكم في ايه؟ ده هو بيقدي لجمهوره اللي واقف في ظهره بيمتعنق كل ماتش وكل اداء اي نعم فيه هبوط للمستوى بيكون مفاجئ للعب نفسه وللجمهوره وبيكونوا شردين عليه بس ده مش معناته ان انت تتبح اللاعب او تحطه في مقاذك صعب جدا زي اللي هو تحط فيه ده لا انت لازم تصبر عليه وتدي له الدفعة القوية وان لو اللاعب لاربعين سنة ايه المشكلة عندك ما هو موجود؟ واقف على رجليه وجسم والياقة بدنية وتكتيكو اداء وعقلية متوازنة جدا وشخصية كيادية شابوك ريتمك ما بقز زي زمان في المهارات الفردية ولكن انت بتلعب باللي بتقدر عليه وبتعمل حاجة كويسة جدا ومازلت بتكسر الارقام لكأس عالم خمسة متتالية في التسجيل شابوك ريتمك تحية لك من قناتي هذا وتمنى ان الناس تصبر على ريتمك وتشيله خلص من دماغها وينتقل الى نادي يلعب فيه ويقدي فيه مستوى رائع ومستوى من الاداء الجميل اللي مازال بيمتفك الجمهور طبعا كريستان الارضو من اللعيبة اللي لها وزن في كأس العام وبيضاهي كريستان الارضو بنفسه وتمنى ان انا اشوف نهائي ما بين الارجنتين وما بين البرتغالي ويكون بين ميسي وكريستان الارضو اي نعم اللي يكسب فيهم يكسب ولكن هيبقى نهائي القرن والذي لم يتكرر ابدا بين اكبر نجمين في تاريخ قرط القدم مثل ما حصل سابقا في 98 ما بين رونالدو نازاريو بتاع البرازيل وما بين فرنسا زيدان واللي كان نهائي كويس جدا نكسب فيها زيدان ساعتها ولكن كان نهائي له وزن وثقل وسمع وما زال به لم يتكرر حتى الان نتمنى نشوف نهائي برتغالي اراجنتيني ما بين اليو وما بين الدون كالسير نظر مباراة البرازيل بقى كانت مباراة حلوة جدا فيها شخصية وفيها متعة من الاداء رتم البرازيل في الشرط الثاني كان اعلى بكتير من الشرط الاول وتعالج فيه اخطاء وتعالج فيه نقاط ضعف واللعاب اشترت عن نفسها وبدأ احنا تعبر عن نفسنا احنا كبرازيليين فين اداءنا فين رتمان العالي فين الشغل بتاعنا اللي احنا واخدين عليه كل ده شفنا النهاردة في مباراة البرازيل الشرط الاول كان رتم قليل اوي ومش مفاجئ الناس ومتوقع عن السرب او اليوغزلافي يقفوا على اقدامهم في المباراة البرازيل في الشرط الاول ويخرجوا بنتيجة سلبية ولكن السرب جمدين والعملين زي الروس كده لهم واقفة ولهم شخصية دفعية وتحولتهم الدفعية اي نعم كالبطيقة شوية ولكن هما برضو اخترت البرازيل كانت عالية جدا فانتا البرازيل بقى في الشرط الاول كان رتمها الرتم العادي زي ما تقوله واحد بيقرأ المقدمة بتاعت الكتاب وبعدين هيخش بقى ايه عالفهرس يجيبه كمان وتنتيج الشرط الاول ويبدأ بقى الليه بيبقى في الشرط التاني شوفنا بقى شخصية البرازيل في الشرط التاني تختلف تماما عن الشرط الاول من تحولات دفعية سريعة تحولات تكتيكية تغطية تغطية على المساحة والمسافة وضغط على حامل الكرة يعني اوقفوا خطورة السرب تماما واكبروهم على الرجوع الى الخلف وبدأ البرازيل تضغط من ناحية اطرافينها وناحية زنوب في نسو الجنر من اطراف وبصراحة الهدف التاني هدف بهلواني رائع جدا لم يتقرر في كأس العالم وتقع ان لم يتم تسجيل هدف احلى منه هيكون ده احلى هدف تسجل في كأس العالم في خطر 22 ويكون بصمة كبيرة جدا مكتشاف رائع للمهاجم البرازيل اللي حطه بشكل رائع جدا فاجد فيه حرس المرمى المدافعين لارتقاء الكرة ثم القذيفة مدوعة بالخلف فاجد فيها حرس المرمى جن رائع ما فيهوش اي كلام يعني متقدرش تتكلم عن الجن ده او ده متقدر تقول اي حاجة فيه ولا بالحظ ده جن ممنهج معد تم تنفيذه بدقة عالية جدا وبرشاقة وبرتقاء حلو اوي نمار قدم اللي عنه النهاردة كان صنع العاب حلو اوي وكان كاسيميرو بيقنص وراه بيغطي وراه كل اخطاء صارته كاسيميرو واجباته الدفاعية اكتر من اي حالة فطبعا شابوه كاسيميرو اللي وقف وقفت رجالة مع نمار النهاردة وحطه في وضايا كويسة جدا ونمار اتمنى ان هو يستمر نمار معده اوي الكأس العالم من الموسم ده ومن بدايته شغال كويس جدا مع بريسن جرمان وده النهاردة في مباراته الاولى دايما مباراته الاولى واللي بتبقى على تجم الموح سريع وما كانش فيه معسكرات عشان انتهاء من دوريات الى كأس العالم مباشرة واللي كان المنتخبات بتتلم بسرعة ولكن انا شايف ان الكاس ده يعمل حسابه من جوة اللي لعبين نفسها فيه الدافع والحافز بتاع اللي عجيب واللي محاول الكاس وحطه في الوضعيات اللي انت شايفها دي شابوه البرازيل اللي لابت حلوه قبل النهاردة مع السرب ومسلمس للبرتغيرو اربع لقاءات كان اداءهم رائع جدا كلهم بلا استثناء انا شايف ان التمن فرق اللي لعبه النهاردة مفيش فرق كانت فيهم وحش انا عايز اقول مباراة سويسرا والكاميرون شابوه لللاب والاداء من الطرفين اي نعم خسرت الكاميرون ولكن كود لق للمرة الجاية وشكرا لسويسرا على الاداء والريتم السريع نبدأ باللقاء التاني اوروبوي وكوريا كانت مباراة صعبة وباردة مياه باردة بمعنى الكلمة اوروبوي عاملة زي انا بتحب الشو بتحب اللابة والسريع وبتحب الرتم السريع وتحب الاداء مع فرق يكون قوية يعني شوفوها افتكوا كلامي ده مع مباراة البرتغال في نفس المجموعة نبتدي بقى للقاء التالت اللي هو كان البرتغال وغانا رتم كان كواس جدا من الطرفين وغانا كانت ندي في الشوت الاول اللي خرج بصفر صفر ولكن مع بداية الشوت التاني فاجئت البرتغال بهدف سلاح جدا وقدروا ان هم يقولوا كلمتهم وبصمتهم في الكأس ده ويسجلوا الدون ضربة جزاء مهمة جدا واحد اهم الكؤوس بالنسبة له الخامس في التسجيل على التوالي وكسر في الرقم الكياسي وبدأت البرتغال تضاهي غانا الا غانا عن طريق اقدام ايوم تتعادل وتحط البرتغال والبرتغاليين في مقزك كبير جدا ولكن الحلول كانت بالنسبة للبرتغال اعلى واعلى وسجلوا الهدف التاني والتالت عن طريق جواو فليكسي يعني بصراحة ومهاجم وافريكي الاصل حتى كرة في الزاوية البعيدة وده الطبيعي للبرتغاليين هي تتفوق على غانا اللي كان رتمها متواضع الى حد ما في الشوت التاني وهبطت اداءا ويقى بدنيا جبتا بقى على اللقاء الرابع واللي اتختم بين اليوم والنهاردة كان البرزيل والسربيا والغوزلافيا سابقا طبعا الغوزلاف او السربي كانوا مهمين جدا في صعودهم لكأس العالم النهاردة واحرجوا البرتغال وحطوها في الملحقة الاوروبي وصعدوهم مباشرة الى كأس العالم فده في الاجئة تلعب النهاردة في كأس العالم وقفت لها بس انت بتلعب البرزيل حبيبي مش بتلعب اي حد البرزيل اللي علمت الكرة المتعة والمهارة وعلمت الناس كلها المتعة والمهارة وعرفت الاجدام البرزيلية وهي بتمرجح اي مدافع وفي مراوغات عالية جدا من رونالدينيو وصابقا بقى الاجئة للكلوك عارفنا مش هاخد فيه الاجئة السابقة ولكن البرزيل دايما شخصيتها القروية واداءها الرائع ده بصمة كبيرة جدا في كأس العالم بالزال طبعا سربيا عملت اللي عليها في الشهد الاول ولكن البرزيل حقاية المراد وقدرت ان يجيس ولكن قبل ما ندخل فيه الفيديو بتاعنا النهاردة ده كان باختصار ريتم اليوم كان ماشي ازاي 8 فرق اللي لعبوا اربع مبارات متتالية النهاردة فاللي انا عايز اقوله بقى في مبارات سويسرا وغانا وفي مبارات سويسرا والكاميرون يا ربي ان احنا كنا قلبا وقريبا مع الكاميرا انا كنت بشجع الكاميرا النهاردة ولكن خزلنا الوضع وخسرنا من سويسرا وعملت نجاة كبيرة جدا ونتكلم بقى عن ترتيب المجموعةتين دول بالذات اللي تعيبوا النهاردة 9 فرق على 4 متشعود هيكون المجموعة السبع برتغال في المركز الاول ثم اه اورج ويد realizar brand new world terygway في المركز التالت جمع كوريا في المركز التاني نفسه غانا في المركز الرابعة وننتقل الى ترتيب المجموعة التامنة والاخيرة هتبقى البرزيل في المركز الاول سويسرا في المركز التاني و هتبقى الكاميرون في المركز التالت ثم سربيا هتبقى في المركز الثاني اخيرا انها تغلبت بهدفين والكاميرا تغلبت بهدف واحد بس ده كان باختصار كل اللي حصل النهاردة في المجموعتين المهمين جدا والمجموعتين اللي عليهم عن ظهر العالم مثلما كانت مجموعة الارجنتين وفرنسا بالضبط ولكن انا متأكد من اليوم في المية ان الكاس مش بالجولة الاولى بتحكم عليه الجولة الثانية هتبقى اصعب واصعب وهتلاقوا فيها موفاجآت كتير جدا وفتكروا كلامي ده هيبقى فيه موفاجآت في الجولة الثانية والجولة التالتة بالتحديد هيتفنش في المجموعات دي ارقام وحسابات مختلفة تماما مفيش معنى ان فرقة غلبت هتخرج معنى ان فرقة الفوز هتكمت مش ده كاس العالم ومش ده اللي عودنا عليها كورة القدم اتغيرت بقى اللي واقف على رجله واللي ياريت مؤسرع واللي اداءه اكثر دقة انا اتكلمت على نقطة مهمة جدا وهي الدعم فانتوا ياريت الناس تدعم والناس تشارك معانا والناس تشترك في القناة ويتم الدعم انت بش تخسر اي حاجة انك انت تدعمنا شكرا ليك من القلب وهتبقى حتى نجحنا ان شاء الله باذن الله هتبقى انت واحد من صماء عن نجاح ده باذن الله وهنعترف فيه وهيبقى الفضل الكامل لربنا صمى لكل واحد بيدعم كل واحد بيشترك معانا النهاردة اشتركوا في القناة